اه لا انه يتوقعه طول الامطار خلال عطلة الصيفية ساتحدث اليه ايه دا افراد فهذا الامر طبيعي جدا الكرة الارضية موجودة الان في هذا الموضع انه فصل الصيف جزيرة ريونيو واشعة الشمس المصلت على الجزيرة تصل بشكل عمودي تقريبا نتيجة لذلك يصبح الجو حارا جدا تسكن الكتل الهوائية بسرعة وتتمدد ثم ترتفع وبما انها تمارس قوة ضغط اقل يقال انها تشكل هبوطا في الضغط الجوي فتنطلق عندها الية تجعل الكتل الهوائية الاكثر كثافة والاكثر برودة القادمة من مناطق الضغط المرتفع تشغل الفراغ على الفور فتسكن بدورها تتمدد وترتفع ان انتقال كتل الهواء هذه من مناطق الضغط المرتفع باتجاه مناطق الضغط المنخفض هي فعليا الرياح او الصبيات كما تسمى في المناطق الاستوائية لنعود الى كتل الهواء التي تسكن وتتمدد وترتفع فهي بالاضافة الى ذلك وفي هذه النقطة من الكوكب بالتحديد محملة بالرطوبة ومع ارتفاعها تنخفض الحرارة وتتكثف الرطوبة فتتكون غيوم كثيفة في الواقع يتشكل طوق من الغيوم فوق مدار الجدي وتغطل الامطار انه فصل الصيف في جزيرة الريونيو ومع ذلك فهو موسم الامطار ايضا اما الان عندما يكون الكوكب في هذا الموقع اي انه فصل الصيف في النصر الشمالي للكلة الارضية تصل اشعة الشمس عموديا على مدار السرطان وبالتالي ينتقل طوق الغيوم باتجاه الشمال انه فصل الصيف في مدار السرطان وهنا ايضا يتطابق موسم الامطار خلال هذه الفترة يحل فصل الشتاء على مدار الجدي في جزيرة الريونيو حيث يكون موسم الجفاف يلقب البحارة هذه المنطقة النقالة والكثيفة الضباب بالورطة السوداء هذه هي منطقة الجنون التي ستحول لوننا الى الاسود او بالعكس لم اعد ادري من الواضح انه لا يحب هذه المنطقة الى الذين لا يعرفونها هي منطقة التماسي بين ريحي الصبيات اي النقطة الانتقالية بين نظام صبيات النصف الشمالي وصبيات النصف الجنوبي للكرة الارضية انه اذا استطعنا قول ذلك خط استواء جوي في هذه المنطقة اما ان يروح البحارة مكانهم بسبب عدام الرياح او يرتدون معاطفهم الواقية للاحتماء من العواصف الهوجاء ثم ان هذه الغيوم هي نفسها التي تجلب البسارة الموسمية التي ترافقها الامطار الى بلاد جنوبي شرقي اسيا كالهندي وفيتنام خلال بضعة اسابيع تهتل الامطار التوفانية التي ينتظرها مزارع هذه المناطق لكن جزيرة الريونيو هي التي تسجل الارقام القياسية بالنسبة الى تساقط الامطار اذ تفيد فيها الانهار الجارفة التي بقيت جافة طوال السنة في غضون بضع ساعات يتساقط في الجزيرة سنويا وكمعدل وسطي سبعة مليارات متر مكعب من الماء وسبعون مليمترا في العاصمة وسيستمره طول الامطار اما غدا صباحا هاي جيل ما قصة الامطار هذه فراد اننا على الهواء مباشرة اه حقا لكنني انضي عطلتي هنا لماذا تمطر في الصيف نحن في منطقة استوائية والفصل الحار هو موسم الامطار لا تقول ان هناك اثارا قادما بلا انظر كل هذا لنا هذه هي كتل الغيوم التي ادت الى تساقط الامطار الاولى والتي لن تتوقف جميل هناك اثار قادم هذا غير لطيف انا في ايجازها لا دخل لي بذلك انا لا اتحكم بالاحوال الجوية انظر فراد سترى كيف يكون الاعصار رياح هوجاء امطار طوفنية عواصف بحرية تثور كل عناصر الطبيعة هذه الاعاصير التي تسمى ايضا تيفون او زوبعة تضرب جنوبي شرقي اسيا بعض جزر المحيط الهادئ وامريكا الوسطى وقد تقتلع عند مرورها الاشجار وتجرف المنازل وللأسف قد يكون بعضها قاتلا كما حدث مع ميتش عام 1998 في امريكا الوسطى او في جوردون عام 1994 حيث حصدال عديد من الضحايا خصوصا في جزيرة هايتي تتكون الاعاصير دائما فوق المحيطات في منطقة تكون المياه فيها ساخنة ساخنة جدا تصل حرارتها الى 26 درجة كحد ادنى على عمق 60 مترا بالرغم من كون الاعاصير مدمرة فهي مفيدة ايضا اذ تسمح بتفريغ هذا الفائد من الحرارة اذا في البداية نحن امام السيناريو التقليدي لهبوط في الضغط الجوي تعرفون ذلك الهواء الذي يسخن يتمدد ويرتفع فيحل مكانه على الفور هواء بارد يسخن بدوره فيتمدد ويرتفع لكن هذه المرة يوجد مصدران للحرارة الشمس والبحر الهواء يسخن ويرتفع بسرعة كبيرة فتنتقل الكتل الهوائية بسرعة اكبر وبالتالي تشتد رياح اضف الى ذلك ان الكتل الهوائية هذه متخمة بالرطوبة ففي الواقع مياه البحر ساخنة ولذلك تتبخر بكمية اكبر من المعتاد لنلقي الان نظرة الى قلب الاعصار تتأثر الرياح بظاهرة اخرى بقوة جديدة قوة كوريوليس التي تغير اتجاه الرياح وتجبرها على الاتفاف حول محور يسمى عين الاعصار ترتفع الكتل الهوائية المتخمة بالرطوبة بشكل حلزوني بشكل دوامة ومع ارتفاعها يخف الضغط وتتمدد فيكبر حجم الاعصار ومع الارتفاع ايضا تنخفض الحرارة فتتكثف الرطوبة وتشكل غيوما كبيرة تنهمر امطارا توفانية على المناطق التي عصفت بها الاعصير بعد ان تتشبع بالماء انا لا احب قصص الاعصير هذه جميع ساذهب الى فليب كاروف هو اختصاصي في هذا المجال فليب اين تتكون الاعصير في هذه المنطقة من المحيط الهندي ان 95% من هذه الانظمة تقريبا تتشكل في منطقة مميزات سمى منطقة التماس بين ريحي الصابيات التي تتجسد هنا على صورة الاقمار الصناعية بهذه المنطقة او بمحور الغيوم هذا هذه المنطقة شمال جزيرة رينيو نراها هنا وكأنها حجر صغير في وسط هذا المحيط اجل جزيرة رينيو هي فعلا نقطة في وسط المحيط الهندي وهذه المنطقة المضطربة تقع على بعد 600 او 700 كم شمالية جزيرة رينيو اذا لقد تشكل الاعصار داخل هذه الغيوم المتكدسة انطلاقا من هذا التكدس الذي لا يبدو حتى اللحظة خطيرا سيتحول هذا النظام الى اعصار استوائي في غدون ثلاثة ايام نريد ان نرى نموذجا عن عملية تشكل الاعصير رأينا في الامس ايفي الرابع والعشرين من شهر يناير كانون الثاني منطقة صغيرة مضطربة في شمال جزيرة رينيو كانت تبدو غير خطيرة والان نرى في اليوم التالي ايفي الخامس والعشرين من يناير نشعر ان كتل الغيوم قد اتسعت وهناك حركة دائرية نشعر بالفعل ان هناك دوامة هوائية قد بدأت وهي تجسد حركة الانخفاض في الضغط لانه بالفعل هناك هبوط في الضغط الجوي قد حصل نرى هنا بوضوح كتل الغيوم التي تدور في مكانها حول مركز الانخفاض باتجاه عقارب الساعة وهل يمكن ان نعتبر ذلك بداية اعصار؟ انها المرحلة الاولية من العملية التي نسميها نحن نشوء الاعصار اي المرحلة التي ستنقل النظام الى طور العاصفة وهنا نلاحظ ظهور عين الاعصار نحن في السابع والعشرين من يناير نرى ان العين قد تشكلت فعلا وهي تنزاح باتجاه الجنوب نحو جزيرة موريس نرى ذلك جليا اذا اصبحنا الان في طور الاعصار الاستوائي اي ان النظام قد تحول في ثلاثة ايام الى اعصار ويتزايد حجم الاعصار باستمرار وهو يدور لكن جامي ما الذي يسبب دورانه؟ لماذا تنحرف الكتل الهوائية؟ ان السبب هو قوة كوريوليس وهي قوة نتيجة عن دوران الارض حول نفسها فتغير مسار الاجسام المتحركة باتجاه اليمين في النصر الشمالي للكرة الارضية وباتجاه اليسار في النصر الجنوبي لها يمكننا بسهولة تبيان هذه الظاهرة على هذه الاسطوانة التي تمثل النصر الشمالي للكرة الارضية اما الكرة الصغيرة فتمثل الكتلة الهوائية المتنقلة من منطقة ضغط مرتفع الى منطقة ضغط منخفض لو كانت الارض ثابتة لسارت الكتلة الهوائية بخط مستقيم لكن كما نعرف الارض تدور حول نفسها من الغرب الى الشرق اليكم عرضا اضاحيا تنحرف الكتل الهوائية في النصر الشمالي للارض تماما مثل هذه الكرة الصغيرة نحو اليمين ولهذا السبب يتحول تجاه الصبيات في النصر الشمالي للكرة الارضية نحو اليمين باتجاه الريح لننتقل الان الى النصر الجنوبي للكرة الارضية حيث يمضي فريد عطلة رائعة الارض ما زالت تدور بنفس الاتجاه من الغرب الى الشرق العرض البياني هذه المرة تنحرف الكتل الهوائية كما فعلت الكرة الصغيرة باتجاه اليسار ولهذا السبب نجد ان الصبيات في النصر الجنوبي للكرة الارضية تنحرف نحو اليسار باتجاه الريح طبعا في النصر الجنوبي للارض تنحرف الرياح الى اليسار اي من المفترض ان تدور بعكس عقارب الساعة لكنك اذا امعنت النظر باعصاري ستلاحظ انه يدور في الاتجاه المعاكس اي باتجاه عقارب الساعة هيا اقترب انظر اه نعم لكن هذا طبيعي فالكتل الهوائية تنتقل كما رأينا من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط المنخفض وهي تنحرف نحو اليسار في النصر الجنوبي للارض لكن عندما نراقب هذه الكتل الهوائية نلاحظ انها تهبط بشكل دوامة سريعة باتجاه معاكس لعقارب الساعة بمعنى اخر انها تكون باستمرار منحرفة نحو اليسار وهذا طبيعي بسبب قوة كوريوليس ثم يمتصها المنخفض الجوي فتجبر على تغيير مسارها بالاتجاه المعاكس ثم تعود فترتفع بشكل دوامة ولذلك نجد ان الكتل الهوائية التي تلتف حول عين الاعصار في النصر الجنوبي للارض تدور دائما باتجاه عقارب الساعة قد يتعدى كتر الاعصار الالف كيلومتر وكلما اقتربنا من عين الاعصار كلما اشتدت الرياح التي تعصف في معظم الاحيان بسرعة مئتي كيلومتر في الساعة بالهبة يحدد الاختصاصيون في الرصد الجوي مسار الاعصار عن طريق تحليل حالة الجو المحيط به فيستعينون للقيام بذلك بالردارات وخصوصا بصور الاقمار الاستناعية الموجودة تحت تصرفهم لكن هذه الاعصير المدمرة تسير بسرعة معدلها 15 الى 25 كيلومترا في الساعة وبالتالي من الصعب التنبؤ بالمكان الذي سيضربه الاعصار قبل وقت طويل انها مش الخطأ في تحديد موضع مركز الاعصار الاستوائي قبل حلوله ب24 ساعة هو اجمالا بمعدل 150 كيلومترا وبالتالي هذا لا يسمح بالجزم اذا كان هذا الاعصار سيضرب جزيرة ريونيو ومثل الكثير من المناطق التي تضررت من جراء هذه العوامل الطبيعية فان جزيرة ريونيو مجهزة بنظام انذار عندما يقترب الخطر تعلن حالة الانذار البرتقالي وتقفل المؤسسات التعليمية اما عندما ينطلق الانذار الاحمر فيطلب من الجميع الاحتماء في اماكن امنة والانتظار حتى زوال الخطر من اين تأتي؟ عد الى منزلك اذا عندما تصل عين الاعصار تسكن رياح فجأة ويسود احساس بالساكينة بعض الشيء لا يسمع صوت اي ضجة بعد سخب الرياح المصم يسود فجأة هذا الهدوء الوهمي لكن بعد نصف ساعة تغير الرياح اتجاهها لتعود بعنف وبشكل مفاجئ كما توقفت يمكن للاعصار ان يقطع الاف الكيلومترات لكنه اذا ابتعد كثيرا عن المنطقة الاستوائية وصادف مياها باردة يفقد من قوته بسرعة ويحدث الامر نفسه اذا التقى باليابسة فمن دون وقوده اي مياه البحر يختفي مخلفا وراءه اضرارا هائلة اذا فريد اين اصبح عصارك؟ لا تقلق لقد مر بالقرب منا وهذه الليلة تبدو السماء صافية ويمكننا رؤية القمر بدرا انظر ما اجمله لدي احساس انه ليس بالاتجاه الصحيح سابين كيف ترين القمر من النصف الشمالي للكرة الارضية؟ انه دائري شكله طبيعي اعتقد ان قمرك مقلوب اجل اجل انه مقلوب لا نحن نرى القمر بشكل مختلف تبعا لخطوط العرض فخلال الليلة الواحدة سيظهر هذا الهلال الذي نشاهده في فرنسا معكوسا في افريقيا الجنوبية وافقيا عند خط الاستواء اه لماذا رأسكما الى الاسفل؟ سنمضي العطلة في النصف الجنوبي للكرة الارضية لكن في النصف الشمالي للارض اي مع بقائنا في النصف الشمالي او لا لا لقد انقلب العالم رأسا على عقب اشتركوا في القناة